القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده فإنه سبيل الهداية والاستقامة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشأ بكتاب الله تعالى منها الاكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوء التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم أهد ولدك مصحفا فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده لكن ربما يكون منافسا قوية وحافظا مدقنة إذا كان الأمر في شكل جماعي خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والده حلتان لا تقوم لهم الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن ترجمة نانسي قنقر